هذه الناس جاءت وسمعت يسوع المسيح وفعلا بهتت لأن المسيح لما تكلم تكلم بسلطان تكلم بجلال وتكلم كابن الله الحي لأنه قال قد سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم أن هذه التصريحات عبرت عن جلال وعن هوية ومركزية الرب يسوع المسيح لقد أظهرت مصداقية المسيح وأظهرت أيضا استقامة المسيح وأنه فعلا هو نور كاشف للجموع فهو العالم بكل شيء والحاضر في كل مكان وزمان مع أنه حدد نفسه بسبب الإخلاء بسبب التجسد حتى يقوم بكل أعمال التجسد كابن الإنسان ولكنه كان يعمل كان يعمل وكان أيضا يعلم ما في قلوب الناس واختتم هذه العزة بالآيات اسمحوا لي أن أقرأها مرة تانية مكتوب في بشارة متى إصحاح سبعة آية 24 لاحظ الكلام فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها لاحظ المسيح تكلم بجلال بسلطان عادة الأنبياء يعني بوجهك أنك تسمع كلام الله وكان بوجهك أنك تتبع واتطيع وصايا الرب وهي الوصايا بتشوفها متكررة في أصفار العهد القديم وكان دايما العبارة إن سمعتم لصوت الرب إلهك أو وأطعتم وصايا في سمع وفي طاعة بس لاحظ هنا المسيح بيتكلم عن بعد روحي عن عمق روحي جديد جدا على مسامع الناس فإما أن يكون الصادق الأمين أو أن يكون مخادع واستحال أن تأتي إلى نتيجة أخرى غير هذه النتيجة لكن واضح من جمال هذا التعليم ومن حياة يسوع المسيح الأخلاقية إنه كل ما تكلم فعل ما تكلم وهذا ما أدهش الجماهير لاحظ فكل من يسمع أقواله يعني أقوال هو أقوال يسوع ويعمل بها أشبهه برجل عاقل يعني وايز حكيم بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبهه يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما وطبعا بيكمل في آخر آية فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان مش إيش الرباي قال وفلان قال كمن له سلطان وليس كالكتبة